وليس مستغربا أن تولي الإمارة اهتماما خاصا لقطاع التجارة الإلكترونية وقد شكلت تربتها منذ أكثر من عقد من الزمن بيئة حاضنة لما تحولت اليوم إلى كبراية أسماء التسوق الإلكتروني في المنطقة منذ إطلاقه في عام 2005 نجح موقع سوق دوت كوم بحجز مكان له على الخارطة الرقمية في الشرق الأوسط ليصبح اليوم المنصة الأكبر للتسوق الإلكتروني على صعيد المنطقة أكثر من 45 مليون عميل جديد يستقطبهم الموقع كل شهر ويصلهم بأكثر من 75 ألف شركة تستخدم المنصة لتبيع منتجاتها النمو المطرد لسوق دوت كوم دفع بأملاق التجارة الإلكترونية العالمي أمازون إلى دخول السوق المحلية والاستحواذ عليه في عام 2017 مقابل 650 مليون دولار ويعتبر قطاع التسوق الإلكتروني القطاع الأسرع نموا اليوم في الشرق الأوسط وقد توقع تقرير لبوابة بيفورت للدفع الإلكتروني أن يتضاعف حجم سوق التسوق عبر الإنترنت في المنطقة ليصل إلى 69 مليار دولار بحلول عام 2020 بيفورت التي تأسست في عام 2013 في دبي أضافت أن الإمارات ستقود قطار هذا النمو مكبوعة بالمملكة العربية السعودية وتبدو اليوم صناعة التسوق الإلكتروني في المنطقة مقتضة بالأسماء التي اكتسب بعضها شهرة كبيرة لدى المتسوقين على مدار الأعوام الماضية على غرار مواقع كريزي ديلز ونمشي ومامز وولد إضافة إلى سوبرمارت ووادي وغيرها وفي مطلع 2017 أطلقت مجموعة من المستثمرين الإقليميين بقيادة رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية محمد العبار وصندوق الاستثمارات العامة السعودي منصة جديدة للتجارة الإلكترونية تحمل اسمانون دوت كوم المنصة التي قدرت قيمتها بمليار دولار تقدم للمستهلكين في المنطقة أكثر من 20 مليون منتج متنوع وتعمل دول المنطقة لسيام الإمارات على تأمين البنى التحتية اللازمة لتسريع نمو التجارة الإلكترونية وتوفير بيئة حاضنة للإبداع ففي أكتوبر من العام الماضي أطلقت دبي مشروع تطوير أول منطقة حرة متخصصة بخطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك بتكلفة تصل إلى 740 مليون دولار المشروع أتى ضمن سراتيجية تقضي بترسيخ حضور الإمارة ققاعدة أساسية للتجارة الإلكترونية العالمية والتحول الذكي ترجمة نانسي قنقر